الدولة العراقية إذا كانت جدا بتحقيق ذلك يجب أن تكون هناك كتل سياسية و تكون هناك رؤية سياسية للعمل فيما يصب بمصلحة العراق بوحدة العراق نتحدث عن الشيخ عبد الرزاق الشمري بأكثر من مناسبة تحدث عن أهمية إجراء نظام الأقاليم في العراق وتفعيل هذا النظام النظام هنا سيكون أقاليم مقسمة على شكل ربما المناطق السنية المناطق الشيعية والأقليم كردستان بهذا التشكيل نحن نرسخ التفرق لا نرسخ ابتعاد عن المحاصصة إذن كيف يمكن أن نبني دولة حقيقية أولا أخير أنا كنت من ضمن الرافضين لمشروع الأقاليم وحتى عام 2013 ما الذي تغير؟ عندما خرجنا في انتفاضة 2013 وبقيت هذه المحافظة المنتفاضة محصورة على هذه المحافظات فقط رغما لداءات التي وجهناها لأبناء العشائر في المحافظات الأخرى لم نطبنهم إلا شيء واحد قلنا لهم أبناؤكم أمانة لدينا نخشى أن ينفلت الأمور ولا نستطيع السيطرة عليها فأضعف الإيمان إسحبوا أبناءكم من محافظاتنا كي لا يصيبهم ما يضرهم ولم يجيبون لذلك عند ذلك لكن عفل المقاطعة لكن هذه لا تعتبرها لكن التهديد لكن ربما لأبعاد أبناء أحدى الطوائف من محافظات معينة أبدا لأنه حتى كل واحد وضح معك في الانتفاضة كانت هناك الانتفاضة جماهرية تجمل الصالح والطالح كما يقال ونخشى أن يكون هناك خارجين على القانون لكن ما الذي حققته هذه الانتفاضة كما تقول حققت الكثير ما الذي تحقق الكثير المناطق هدمت أبناء المناطق شردوا قتلوا ظهر تنظيم داعش تنظيم القاعدة بالتالي هذه المناطق تضررت ما الذي تحقق هذا الأضرار التي تفضلت بها لم تكن نتيجة للانتفاضة وإنما كانت نتيجة للمؤامر على هذه الانتفاضة عندما لم يجدوا وجدوا أن هذه الانتفاضة بدأت تؤتي ثمارها وبدأ العالم يسمعوا كلمتها تأمروا عليها وكانت بداية المؤامرة هي إطلاق سراح 1500 سجين من الإرهابيين في سجون أبو غريب والتازي وبادوش وتوجيهم إلى هذه الساحات ليلصقوا بهذه الساحات تحمل الإرهاب وقد نجحوا في ذلك نتيجة إطلاق هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا هم نوات لداعش ومشروع داعش كما أصبح الأمر واضحا أمام الجميع ليس هو مشروع كما يقال مشروع سني وإنما هو مشروع إيراني وأنا قلت ذلك منذ عام 2013 قلت أتحدى أن تستهدف داعش أو القاعدة هدفا إيرانيا منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا القاعدة وداعش مشروع صنيعتان إيرانيتان وجاءت الإيميرات الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة لفئي ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر